أتدرب ثالثاً أنجز العمليات التالية 9 ساعات و35 دقيقة مع 3 ساعات و15 دقيقة 15 ساعة و36 دقيقة إلا 4 ساعات و10 دقائق 8 ساعات و46 دقيقة و15 ثانية إلا 6 ساعات و20 دقيقة وتسع ثواني 22 ساعة و45 ثانية مع 1 ساعة و20 دقيقة الإجابة 9 ساعات و35 دقيقة مع 3 ساعات و15 دقيقة يساوي 12 ساعة و50 دقيقة 15 ساعة و36 دقيقة إلا 4 ساعات و10 دقائق يساوي 11 ساعة و26 دقيقة 8 ساعات و46 دقيقة و15 ثانية إلا 6 ساعات و20 دقيقة وتسع ثواني يساوي 12 ساعة و26 دقيقة و6 ثواني 12 ساعة و45 ثانية مع 1 ساعة و20 دقيقة يساوي 3 ساعات و20 دقيقة و45 ثانية رابعاً أنجز العمليات مستعيناً بالتحويل عند الحاجة 3 ساعات و15 دقيقة و14 ثانية مع 6 ساعات و10 دقائق و54 ثانية 1 ساعة و45 ثانية مع 2 ساعة و30 ثانية 3 ساعات و10 دقائق إلا 2 ساعة و35 دقيقة 14 ساعة و15 دقيقة و10 ثواني إلا 10 ساعات و30 دقيقة و30 ثانية 1 ساعة و20 ثانية إلا 35 دقيقة و45 ثانية الإجابة 3 ساعات و15 دقيقة و14 ثانية مع 6 ساعات و10 دقائق و54 ثانية يساوي 9 ساعات و25 دقيقة و68 ثانية يساوي 9 ساعات و26 دقيقة و8 ثواني 1 ساعة و45 ثانية مع 2 ساعة و30 ثانية يساوي 3 ساعات و75 ثانية يساوي 3 ساعات و1 دقيقة و15 ثانية ثلاث ساعات وعشر دقائق إلا إثنتين ساعة وخمسة وثلاثون دقيقة يوساوي إثنتين ساعة وسبعين دقيقة إلا إثنتين ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة يوساوي صفر ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة أربعة عشر ساعة وخمس عشر دقيقة وعشر ثواني إلا عشر ساعات وثلاثون دقيقة وثلاثون ثانية يساوي 13 ساعة و 75 دقيقة و 10 ثواني إلا 10 ساعات و 30 دقيقة و 30 ثانية يساوي 13 ساعة و 74 دقيقة و 70 ثانية إلا 10 ساعات و 30 دقيقة و 30 ثانية يساوي 3 ساعات و 44 دقيقة و 40 ثانية واحد ساعة وعشرين ثانية إلا خمسة وثلاثين دقيقة وخمسة وأربعين ثانية يساوي ستين دقيقة وعشرين ثانية إلا خمسة وثلاثين دقيقة وخمسة وأربعين ثانية يساوي تسعة وخمسين دقيقة وثمانين ثانية إلا خمسة وثلاثين دقيقة وخمسة وأربعين ثانية يساوي أربع وعشرين دقيقة وخمسة وثلاثين ثانية خامسا بمناسبة عيد الأضحى قامت الشركة التونسية للسكك الحديدية بسفرات إضافية على متن قطاراتها من تونس إلى صفاقص مثل ما يبينه الجدول التالي ساعة الانطلاق من تونس مدة السفرة ساعة الوصول إلى صفاقص الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة ثلاث ساعات وثلاثون دقيقة ثلاث ساعات واثنان واربعون دقيقة الساعة السادسة عشر وخمس دقائق الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة الساعة الثانية والعشرون وثمانية عشرة دقيقة أتم البيانات الناقصة بهذا الجدول الإجابة ساعة وصول السفرة الأولى إلى صفاقص ساعة الانطلاق من تونس إلى مدة السفرة ست ساعة وخمس عشرة دقيقة مع ثلاث ساعات وثلاثون دقيقة يساوي تسع ساعات وخمسة واربعون دقيقة ساعة انطلاق السفرة الثانية من تونس ساعة الوصول إلى صفاقص إلى مدة السفرة ست عشرة ساعة وخمس دقائق إلى ثلاث ساعات واثنان واربعون دقيقة يساوي خمس عشرة ساعة وخمسة وستين دقيقة إلا ثلاث ساعات واثنين واربعون دقيقة يساوي اثنة عشرة ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة مدة السفرة الثالثة مدة السفرة تساوي ساعة الوصول إلى صفاقص إلا ساعة الانطلاق من تونس اثنان وعشرون ساعة وثمانية عشرة دقيقة إلا ثمانية عشرة ساعة وخمسون دقيقة يساوي 21 ساعة و 78 دقيقة إلا 18 ساعة و 50 دقيقة يساوي 3 ساعة و 28 دقيقة ساعة الانطلاق من تونس مدة السفرة ساعة الوصول إلى صفاقص الساعة السادسة و 15 دقيقة 3 ساعة و 30 دقيقة الساعة التاسعة و 45 دقيقة الساعة الثانية عشر و 23 دقيقة 3 ساعات و 42 دقيقة الساعة السادسة عشر و 5 دقائق الساعة الثامنة عشر و 50 دقيقة 3 ساعات و 28 دقيقة الساعة الثانية و 28 دقيقة أوظف سادسا تنطلق الطائرة التي سيستقلها سامي من تونس إلى باريس على الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة صباحا يتطلب التنقل من منزله إلى المطار ساعة وخمس وخمسين دقيقة وتستغرق إجراءات السفر ساعتين متى يجب عليها أن يغادر منزله؟ الإجابة ساعة مغادرة المنزل ساعة مغادرة المنزل يساوي ساعة انطلاق الطائرة إلى مدة التنقل مع المدة اللازمة لإتمام إجراءات السفر 9 ساعة وخمس عشرة دقيقة إلى 1 ساعة وخمس وخمسون دقيقة مع 2 ساعة يساوي 9 ساعة وخمس عشرة دقيقة إلى 3 ساعة وخمس وخمسين دقيقة يساوي 8 ساعة وخمس وسبعين دقيقة إلى 3 ساعة وخمس وخمسين دقيقة يساوي 5 ساعة وعشرين دقيقة سابعا يفتح أحمد يوميا دكان الحلاقة لمدة 9 ساعات مقسمة بالتساوي إلى فترتين تتخلى لهما استراحة بـ 1 ساعة وخمس واربعين دقيقة لتناول طعام الغداء ويغلق دكانه كل مساء في الساعة السابعة والنصف أنسخ جدول أوقات العمل الذي سيعلقه أحمد على باب دكانه وأتم تعميره الإجابة صباحا من إلى مساءا من إلى مدة العمل خلال الفترة الواحدة صباحا أو مساء لمعرفة أوقات العمل يجب أن نبحث عن ساعة مباشرة العمل خلال الفترة الصباحية ساعة فتح الدكان صباحا ساعة فتح الدكان يساوي ساعة إغلاقه إلى عدد ساعات العمل إلى مدة الاستراحة عدد ساعات الفترة الواحدة من العمل عدد ساعات الفترة الواحدة من العمل يساوي عدد ساعات العمل خلال يوم كامل على اثنين تسع ساعات على اثنين يساوي أربع ساعات ونصف ساعة يساوي أربع ساعات وثلاثين دقيقة ساعة انتهاء الفترة الصباحية ساعة فتح الدكان مع عدد ساعات الفترة الواحدة من العمل 8 ساعات و45 دقيقة مع 4 ساعات و30 دقيقة يساوي 12 ساعة و75 دقيقة يساوي 13 ساعة و15 دقيقة ساعة فتح الدكان مساءً ساعة فتح الدكان يساوي ساعة انتهاء الفترة الصباحية مع مدة الاستراحة 13 ساعة و15 دقيقة مع 1 ساعة و45 دقيقة يساوي 14 ساعة و60 دقيقة يساوي 15 ساعة صباحاً من الساعة الثامنة و45 دقيقة إلى الساعة الثالثة عشر و15 دقيقة مساءً من الساعة الخامسة عشر إلى الساعة التاسعة عشر و30 دقيقة ثامناً نظمت جمعية أولياء تلاميذ مدرسة المنارة في بداية عطلة الربيع حفلاً انطلق في الساعة التاسعة و25 دقيقة صباحاً لعرض ما أنتجه أبناؤهم خلال حصص التنشيط الثقافي تواصل الحفل على مدى فترتين تخللت هما فترة الصراحة بعشرين دقيقة أدامت الفترة الأولى إستثين الساعة و15 دقيقة أدامت الثانية أقل من ذلك بعشرين دقيقة أبحث عن ساعة انتهاء الحفل الإجابة مدة الفترة الثانية من الحفل مدة الفترة الثانية تساوي مدة الفترة الأولى إلا عشرين دقيقة إستثين ساعة و15 دقيقة إلا عشرين دقيقة يساوي 1 ساعة و75 دقيقة إلا عشرين دقيقة يساوي 1 ساعة و55 دقيقة مدة الحفل مدة الحفل تساوي مدة الفترة الأولى مع مدة الفترة الثانية مع فترة الاستراح ساعة وخمسة وخمسون دقيقة مع واحد ساعة وخمسة وخمسون دقيقة مع عشرون دقيقة يوساوي ثلاث ساعات وتسعين دقيقة يوساوي أربع ساعات وثلاثين دقيقة ساعة انتهاء الحفل ساعة انتهاء الحفل تساوي ساعة انطلاق الحفل مع مدة الحفل تسع ساعات وخمسة وعشرون دقيقة مع أربع ساعات وثلاثون دقيقة يوساوي 13 ساعة و55 دقيقة أبحث عن ساعة ابتداء الحفل لو تقرر إنهائه عند منتصف النهار مع المحافظة على نفس البرنامج ساعة ابتداء الحفل تساوي ساعة انتهاء الحفل إلا مدة الحفل 12 ساعة إلا 4 ساعات و30 دقيقة يوساوي 11 ساعة و60 دقيقة إلا 4 ساعات و30 دقيقة يوساوي 7 ساعات و30 دقيقة